هكذا أصبحت أرياف تعز ساحة لمواجهات مفتوحة حيث حاولوا أفراد الجيش هنا تحرير الريف الغربي لمحافظة تعز من سيطرة الميليشيا معارك الساعات الأخيرة أسفرت بحسب مصادر ميدانية عن تحرير تباب المهيال والقناص والحمراء والوحدة الصحية وقرية حمراء ومنطقة الكدارة المعلومات الأولية الواصلة من العمليات تم السيطرة على ست تباب هذه المعارك تأتي ضمن المرحلة الثانية من تحرير أرياف المحافظة الغربية والجنوبية ابتداء من الصلو والأقروض وصولا إلى جبهة الكدحة القتال بهذه الطريقة المباشرة يكشف عن شراسة المعركة والنية الواضحة لدى أفراد الجيش في الخلاص من سيطرة الميليشيا لكن المخاطر هنا لا تقتصر على المقاتلين وحسب فالمدنيون القابعون في نطاق المواجهات أكثر عرضة للمخاطر خصوصا بعد أن حولت الميليشيا المساكن والقرى إلى ثقنات عسكرية ومنصات لإطلاق القذائف باتجاه مواقع الجيش الوطني اشتركوا في القناة